استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المختربين عيمن الصفد اليوم وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الصفد أكد خلال اللقاء استراتيجية العلاقات الأخوية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتطور بشكل دائم برعاية مباشرة من القيادتين الشقيقاتين كما هنأ الأشقاء الإماراتيين بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع الصفد الوفدا بصورة الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لحل الأزمات في المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك خدمة للمصالح المشتركة والقضايا العربية